اهلا واسهلا بكم كل متابعين قناة الصحة وجمال وكل متابعين برنامج بنحلم نعيش وكل مشاهدينا واللي بيسمعونا وبيشوفونا واللي وحشونا كتير واللي دايما بنفاجئكم بحاجات جديدة يعني في حلقتنا هي مش جديدة في أرض الواقع والأخبار مش جديدة لكن المعلومات اللي احنا بنكون حارسين ان احنا نوصلها لكم اعتقد ان هي بتكون لأول مرة بتسمعوها هنا في برنامج بنحلم نعيش قبل ما ببتدي الحلقة بقولكم ان انتوا وحشتوني كتير واقمل ان انا كون دايما بوصل لكم المعلومة الصح بالمكان الصح حلقتنا النهاردة بتتكلم عن مشروع الكطار الكهربائي السريع وده مش مجرد مشروع زي ما الناس كلها فهمة وزي ما فيه ناس كتير بتتكلم وبتقول مشروع الكطار ده غالي هنجيب فلوس منين وايه كمية الفلوس دي وتلتمية وستين مليار دولار وتلتمية وستين مليار جنيه وازاي وليه ومرحلة اللي قولها تتكلف تمانية واثنين وعشر مليار دولار دولار وايه وازاي واحنا ودنياتنا ومفيش لأ الموضوع ليه ابعاد تانية خالص لازم كلنا نتكلم فيها ونكون حرسين ان كل اعلامي مننا يقدر نقدم لكم المعلومة مصبوطة وواضحة وصريحة عشان تفهموا المشروع ده تعمل ليه وجي ليه واي مشروع في مصر كان بيتعمل ليه اكيد ليه ابعاد كبيرة جدا واكيد زي ما احنا متعودين ان مصر دولة كبيرة وعظيمة ودايما بترمي الابعاد مستقبلية والاقتصاد كبير جدا وفي الطالع دايما مش منازل طيب زي ما تعودنا ان احنا كل يوم نصح على خبر مشروع جديد طيب المشروع القوم الجديد النهاردة والكبير هو مشروع الكطار الكهربائي ودا مش مجرد مشروع لكن زي قناة السويس الجديدة كانت حصلت ببلبلة جمدة وناس كتير اتكلمت وقالت قناة السويس قناة السويس قناة السويس الجديدة ازاي وازاي اتعملت وادخدت مننا كتير وملهاش ومفيش لا قناة السويس الجديدة لها ابعاد كبيرة جدا هنتكلم على كل حاجة بالتفسير في البداية كان طريق التجارة على مستوى العالم كله بيدور حول افريقيا واسمه طريق رأس الرجاء الصالح تمام طيب ومصر حفرت قناة السويس القديمة قناة السويس بكده اتحول طريق التجارة من طريق رأس الرجاء الصالح بقى عندنا طريق تاني اللي بيمر بيه كل التجارة العالمية بنسبة 90% من التجارة العالمية هنا مصر بتصل اللي هي بيمر منها 90% من التجارة العالمية عن طريق قناة السويس القديمة في عام 2003 عشان كده احنا عملنا قناة السويس الجديدة بندعم بيها قناة السويس القديمة طيب في عام 2003 ناخدها خطوة خطوة قامت الصين بتتشين مشروع الحرير والمعرف بالحزام والطريق وعشان نعرف مشروع الحزام والطريق ده ركزوا معي شوية ده طريق سك حديد هيوصل الصين ودول جنوب شرق أسيا بأوروبا وهيبدأ من الصين مرورا بكازاخستان ثم إيران ثم تركيا ثم روسيا ثم ألمانيا إلى أن ينتهي بإيطاليا وإلا تحركت أول رحلة منه من حوالي شهر تعرفين يعني إيه الطريق ده وعارفين يعني إيه الكتار اللي بيوصل الدول دي كلها ببعضها ثم تركيا ثم روسيا ثم ألمانيا وإنتهي بإيطاليا تحركت هنا إلى اتحركت هنا أول حركة ليه كانت من حوالي شهر وده هيأثر على حركة التجارة العالمية اللي بتمر بمصر وهتلف من طيب تكلفته هنا الكتار ده تكلفته كامل اللي احنا بنقول كتار مصر كتير غالي جدا تلتمية وستين مليار دولار عارفين كتار الصين اتكلف كامل تسعمية مليار دولار ده كتار مصر كتار الصين اتكلف تسعمية مليار دولار أما كتار مصر اللي احنا شايفينه هيتكلف تكلفة المراحل الثلاثة تلتمية وستين مليار دولار طيب كتار الصين ما تكلفش تسعمية مليار بس ده وصل كمان إنه هو ممكن يصل لألف وربعمائة مليار دولار مصر فضلت سكتة وفضلنا سكتين في دور لا ما حصلش إحنا ما بنسكتش إحنا دايما بنأتي بمشاريع جديدة تفيد العالم كله هنا هنعرف بقى طب مصر ما سكتتش إزاي وعملت إيه مصر ما سكتتش عشان عملت قناة السويسي الجديدة وعملت كتار بيربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط طيب من ناحية أخرى إسرائيل كانت بتخطط لحفر قناة موازية لقناة السويسي الأديم تبدأ من ميناء إلات على البحر الأحمر إلى أن تصي إلى البحر المتوسط هنا اتعملت دراسات كتير جداً وفشلت المشروعات طبقاً للطبيعة الجبلية الصعبة صعبة جداً يمر فيها ممر ملاحي فكان صعب عليهم أنه هم يقوموا بحفر قناة موازية لقناة السويس بعدها إسرائيل فكرت في إنشاء خط سكة حديد يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وده ممكن يؤثر على حركة التجارة العالمية اللي بتمر في مصر لأن إحنا عندنا هنا قناة السويس بيمر منها 90% من التجارة العالمية مصدر أساسي وطريق أساسي لأن الطريق الثاني طريق رأس الرجاء الصالح فأصبح هنا هيكون عندنا طريقين مش طريق واحد طريق قناة السويس الطريق قناة السويس والطريق البري طريق القطار السريع اللي هيكون قطار ركاب وقطار بضائح هنا بيجي دور القيادة المصري بنسكت ما بنسكتش إحنا دايماً بنيجي بالحاجات الأساسية واللي دايماً بتتحرك بأفعال وليست أقوال عندنا القيادة ما بتقولش هنعمل بتقول إحنا عملنا كذا إحنا خلاص منبتدي نعمل مشروع أبعاده كذا خلاص وكانت بالفعل الأفعال وليست الأقوال كانت قناة السويس الجديدة وبعد كده حالياً مشروع الكطار الكهربائي السريع طيب افتتحت قناة السويس الجديدة وده زود الكدرة الاستعابية لمرور السفن بقناة السويس وحطم أمال دول أخرى في مشاريع تنافس بها مصر معنى أن احنا عملنا قناة السويس الجديدة ندعم بيها قناة السويس الأنيمة الرئيسية في الممر الرئيسي بنسبة 90% من خطوط التجارة العالمية الضربة القاضية هنا بتيجي في مصر بإنشاء سكة حديد لكطار كهربائي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تصل سرعته إلى 250 كم بالساعة تمتخيلين السرعة 250 كم بالساعة وده بيضمن سرعة توصيل البضائع التجارية ولفت أنظار العالم كله خصوصا الدول التجارية الكبيرة ويحافظ على ممر التجارة في مصر واللي بتشارك بقوة في الاقتصاد المصري يبقى هنا ما أصبحش عندنا طريق واحد وهو قناة السويس الجديدة والقديمة لا ده إحنا عندنا كمان طريق تاني بري موجود وهو الكطار السريع اللي بيمشي 250 كم في الساعة طيب معلومات بقى عن الكطار السريع اللي مش كل الناس تعرف إحنا طبعا عرفنا الفايدة الأساسية لقناة السويس الجديدة وقناة السويس الممر الأساسي الرئيسي لخطوط التجارة الدولية واللي دعمناه بقناة السويس الجديدة وكمان دعمنا الخطوط التجارية وإن إحنا نكون مصدر رئيسي في مرور التجارة الدولية من الصين وشرق أسيا والهند إلى أوروبا ومن أوروبا للصين وشرق أسيا والهند هنقدر يتبادله إزاي غير عن الخطوط اللي موجودة اللي موجودة عندنا ما بقاش عندنا كناة السويس وبس لا بقى عندنا كمان إن شاء الله وبالتنفيذ قريب جدا هيبقى عندنا طريق تاني للمرور وهو الكطار السريع وهيعمل على تسهيل الحركة التجارية من أوروبا لشرق أسيا والصين الكطار ده بيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط يبدأ من ميناء السخنة مخرجنا الجميل يجيب لنا الخريطة بتاعة كطار السريع الكطار بيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ويبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر وينتهي في مدينة العالمين على البحر المتوسط زي ما احنا شايفين على الخريطة قدامنا كده يعني شوفوا هو ربط كل ده وشوفوا نسبة السرعة 250 كيلو في الساعة كيلو متر المشروع في المرحلة الأولى حوالي ألف كيلو متر ألف كيلو متر الخطين رايح جاي ألف كيلو متر رايح جاي تعقدت مصر مع شركة سيمينز الألمانية لإنشاء هذا الكطار عارفين شركة سيمينز الألمانية لإنشاء هذا الكطار عارفين يعني إيه شركة سيمينز يعني شوفوا القدرة اللي هنعمل بيها المشروع وفخامة المشروع في تنفيذه الكطار ده مصر هتدفع فيه حوالي 8.2 مليار دولار في المرحلة الأولى اللي هي الألف متر ويقسمه كالآتي 3 مليار دولار لشركة سيمينز وده تمن الوحدات المتحركة والكطارات والجرارات وغيره من الأنظمة الصوتيات والاتصالات والسيطرة والتحكم والبوابات والتركيم بدء الإضافة إلى صيانة لمدة 15 سنة مصر مش هتدفع فيها مليم واحد خلال الخمستاشر سنة الخمستاشر سنة دول إحنا بناخد صيانة من شركة سيمينز ما بندفعش مليم واحد ده من ضمن العقد شامل عمالة وقطع غيار صيانة دورية وخفيفة ومتوسطة كل ده خلال 15 سنة إحنا بندفعش مليم ده من ضمن العقد فيه بقى خمسة واثنين من عشرة مليار دولار شركات المقاولات المصرية شركات المقاولات المصرية خمسة واثنين من عشرة مليار دولار طيب عارفين ده معنى إيه؟ عارفين معنى إيه خمسة واثنين من عشرة مليار دولار لشركات المقاولات المصرية؟ متخيلين حجم الشغل متخيلين حجم فرص العمل اللي موجودة في مجال مشروع القطار السريع خمسة واثنين من عشرة مليار دولار للشركات المصرية في تنفيذ هناخد هنا ايه؟ من أعمال الحفر وقطع في الجبل وردمه وحفره وتوريد البزلت وتوريد الفلنكات وإنشاء المحطات ده غير الأسوار حول السكة الحديث طيب نرجع تاني لشركة سيمينز هل هتاخد التلاتة مليار دولار بكشة؟ يعني حبة كده حلوين مع بعض مرة واحدة؟ لا طريقة الدفع بعد ست سنوات من بدء المشروع ولمدة 14 سنة فترة السداد يعني مفيش أجمل من كده انتو متخيلين يعني مش هتاخد ولا مليم غير بعد بدء المشروع بعد ست سنوات من بدء المشروع يعني خلاص انتو عارفين يعني مش هتاخد ولا مليم غير بعد ست سنين من بداية العقد وكمان المبلغ الثلاثة مليار دولار يكون على 14 سنة هظن الدنيا كده يعني المشروع كان هيبتدي بقى يشتغل والعقد بتاعه يصدب نفسه زي ما بيقولوا ده هيوفر ألاف فرص العمل لإنشاء المشروع وشركات المقاولات ده غير حاجة تانية كمان لازم تاخدوا بالكم منها وهي 200 فرصة عمل سابت بتخيلين 200 فرصة عمل سابتة بعد تشغيل المشروع في 200 شخص كده هيتعينه وتوظفه 2000 فرصة عمل سوري 2000 فرصة عمل سابتين بعد المشروع ما يكمل وينتهي بقى ده عقد تاني ده ده كله وإحنا لسه ما قلناش يا مساه لسه ما بدقناش طيب هي دي القيادة المصرية هي دي العزيمة المصرية اللي احنا متعودين عليها ومشاريعنا اللي احنا متعودين عليها ليل ونهار هي دي المشاريع القومية اللي احنا ما بنتكلمش احنا بنقول مش كلام احنا بنعمل أفعال وبننفذها على أرض الواقع تربط الحياة كلها ومستقبل مصر ومستقبل العالم كله والتجارة العالمية احنا في تزايد احنا طلعين كل يوم بنطلع أكتر واكتر نصيحة بقى يعني للمصريين السقة التامة 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 في القيادة المصرية وفسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسنا وابونا واخونا اللي دايما بيعمل لخير ولوجود مستقبل أفضل ما بيننا وعتفتكر ان انت لما بتسمع كلام كتير قوي من الاعداء والاعلام المضاد والناس اللي فاضية ومش فاهم حاجة وبتقول كلامه خلاص وبيهجموا مصر دايما وبتهموا مصر دايما ان انتوا بتعملوا مشاريع كل يوم وعلى دم الغلابة ومش فاهمين اي حاجة الناس دي بتتكلموا بس ولما تسمع اي حاجة لازم تسمعها صح ولما تشوف بعينك كلام لازم تشوفه صح لازم تسمع وتشوف بمستقبل ولادك وحياتك ما تبصش تحت رجليك احنا النهاردة بنتكلم وبنقول المشروع ده هيكلف 8.2 مليار دولار في المرحلة الاولى وهيتسدد قيمته 3 مليار دولار اللي هيطلعه اصلا لشركة سيمينز هيتسدده في 14 سنة ومش هياخده ولا جنيه غير بعد 6 سنين من العقد انتوا متخيلين يعني المشروع اصلا هيبتدي يشتغل وهيصرف على نفسه اما الخامسة واثنين من عشرة مليون مليار دولار هياخدوهم المصريين هيتحطوا للمصريين هيتحطوا للناس المقاولين هيستفاد بيهم المقاولين وشركات المقاولات والعمال والناس اللي شغالة وتوفير الشغل لمعظم الشباب اللي عايز يشتغلوا وقولك ما فيش شغل وتنشيط حركة البطالة اللي موجودة فالنهاردة ما تقولوش ده بتعمل لين ما لو قعدنا نقول مشروع ده لأ أو مشروع القومي ده لأ أو مشروع ده القومي ده لأ هنشتغل ايه هنطلع فوق ازاي هنربط سلمة بسلمة ونطلع ونبقى الدولة اللي احنا دلوقتي لنا اسمنا وحياتنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده ازاي هنوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي ازاي هنوصل لمرحلة ان احنا الاقتصاد اللي احنا موجودين فيه ان احنا نكون متحكمين في الحركة المرورية اللي موجودة على مستوى العالم كله انتوا متخيلين على مستوى العالم كله احنا متحكمين هنا بنسبة 90% حركة المرور للتجارة العالمية نسبة 90% لقناة السويس وهنزيد عليها كمان الكطار السريع يعني شوفوا احنا بنروح فين والناس لسه بتهاجم شوفوا احنا تحطينا في انهي جبها وتحطينا فين بالزبط بصوا بقى اسرائيل كانت عايزة تعمل قناة موازية لقناة السويس وفشلت واحنا عملنا قناة السويس وانجحنا ان احنا نسيطر على ممر الاتجارة العالمية طيب اسرائيل كانت عايزة تعمل خط الكطار مشروع الكطار الكهربائي السريع للطبيعة الجبلية برضو والقواتنا ومش عايزة اقول بقى يعني زي ما قلتلكم دايما القيادة المصرية سبق خطوات كتير قوي واعتمادنا على القيادة المصرية ان هي دايما بتسبق خطوات سبقت وعملت مشروع الكطار الكهربائي وبالفعل قطعت الفرصة مية ونور على الناس والدول الاخرى في ان هم يعملوا مشروع الكطار السريع وبكده احنا بقى عندنا خطين لمرور التجارة الدولية خط قناة السويس خط نهري وخط بري الكطار السريع مشروع الكطار السريع زي ما احنا قلنا ده عالم تاني بعد ما يشتغل عالم التجارة العالمية الناس فاكر ان هو موضوع مختصر على الركاب لا ده نقل الركاب والبضائع البضائع هتوصل هنا في سفن كبيرة جدا ما بتقدرش بتيجي ما بتقدرش تعدي من قناة السويس فهتقف في ميناء السخنة واتعدي البضائع من كطار من السخنة من البحر الاحمر الاسكندرية او ميناء اسكندرية الى البحر المتوسط شوفوا كمية الشحن اللي موجودة على السفن بتبقى دقيق وكمية الحركة وكمية السرعة ان الكطار يوصل الشحن دي في 250 كيلو في الساعة 250 كيلو متر في الساعة شوفتوا السرعة اللي هيوصل بيها البضائع او الركاب او السرعة اللي احنا هنكون شغالين بيها فهمته فهمته المشروع فهمته تركيبة الشغل فهمته يعني اين القيادة المصرية بتقول ما بتقولش مجرد كلام لا دي بتشتغل وحتى مستقبل كبير جدا ليكم انتوا قبل ما تكون لحد تاني عشان نكبر مع بعض عشان نوصل لمستوى تجاري واقتصادي بشكل عالمي نوصل ان احنا يكون لنا وضع عالمي زي ما احنا لنا وكل يوم بيبقى لنا وضع عالمي اكتر من اليوم اللي قبله كل يوم بتحطينا بصمة موجودة والعالم كله بيتفرج علينا بصمة النهاردة قناة السويس الجديدة كانت بصمة كبيرة جدا ما كانش حد فهمها في البداية لكن فهمتوها بعد كده كان اساسها تحمي قناة السويس الاديمة واساسها توسع حركة الحركة تقفل على دول اخرى بانشاء قناة موازية وفي نفس الوقت توسع حركة التجارية الدولية كممر تجاري والنهاردة بمشروع الكطار الكهربائي بقى عندنا طريقين مش طريق واحد زمان كان طريق رأس الرجاء الصارح طريق رأس الرجاء الصالح كانوا بيلفوا الدولة الافريقية كلها يعني علشان خاطر الكارة افريقيا كلها علشان خاطر يوصلوا البعض اوروبا توصل للصين وشرق اسيا وشرق اسيا والهند يوصلوا لاوروبا فكانوا بيلفوا قارة افريقيا علشان خاطر يوصلوا البعض النهاردة بوجود قناة السويس بقى الموضوع سهل وسريع وابسط وبوجود الكطار السريع الكطار المصري ومشروع الكطار الكهربائي اصبح عندنا بدال الوسيلة اتنين لمرور الحركة التجارية على مستوى العالم يبقى احلى وصلنا المرحلة ان احنا بنتصنف دلوقتي من الدول الرقية القيمة الدول التي لها تمركز على مستوى العالم في الحركة التجارية والاقتصاد اللي تقدر بتتحكم في اقتصاد العالم والحركة التجارية على مستوى العالم عشان كده احنا لازم نقدر القيادة المصرية فكل كلمة وكل حرف وكل يعني فعل بيعملوه تأكد انه بيعملوه عشانك تأكد ان ده بيتعمل عشاننا كلنا عشان ولادنا عشان مستقبل افضل عشان حياة كريمة عشان نهود باقتصاد ونهود بدولة وعشان اسمنا احنا كمصريين في كل دولة يعلى اكتر واكتر وعشان احنا نقدر نكون فخرين كل يوم عن يوم بمصر ام الدنيا مش حايز اقول لكم بقى انه رسالتي لكل الناس بلاش تسمعوا للاعلام المضاد بلاش انهو قصة الاعلام المضاد ده انهو قصة ان انتو تسمعوا ناس بتشتم في مصر بتسمعوا ناس بتشتم في رئيس الجمهورية اللي ما بينامش الليل عشان احنا عشان كل يوم يعمل لنا مشروع جديد وكل يوم يعمل لنا مدينة جديدة وكل يوم يروح بينا في اقتصاد تاني انسوا تسمعوا الناس دي الناس دي بتضر ما بتنفعش الناس دي بتصدر معلومات غلط الناس دي بتصدر السلبيات فقط لغير اما الايجابيات موجودة على الارض الواقع ارض الواقع اللي احنا عايشين فيه امشي في شوارع مصر وتفرق شوف البنية الاساسية والبنية التحتية اللي تعاملت غيرت شكل مصر ازاي شوفوا طريقة الكباري والطرق اللي بقت توصل كلها ببعضها حتى الكرة بقت توصل للطريق السريع والصعيد والاسكندرية ارتبطوا ببعض والصحراوي والدائري والمحور ورود الفرج كل ده ارتبط ببعضه يعني مش عايزة اقول لكم اديك انتو بتمشوا بتمشوا وتشوفوا في كل خطوة ايه اللي بيحصل كل خطوة فيها حلم جديد وكل خطوة احنا بنبتديها مع بعض هنوصل بيها الهدف كبير جدا والحلم كلنا بنحلم به عشان كده ادينا في ادين ريسنا ادينا في ادين الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ايد القيادة المصرية وفي ايد جيشنا وشعبنا وشرطتنا وكل سنة وهم طيبين عيد الشرطة ودايما بخير وسعادة واتمنى دايما ان انا كوم بفيدكم بكل خير واستنوني كل يوم اربع الساعة 8 مساء موضوع جديد والقوانين اليومين دول هنتكلم في القوانين فمش عايزة احرق لكم الحلقة الجاية لكن استنوني قانون هيهمكم كتير جدا وبيضر ناس كتير جدا في ارض الواقع ولكن هو قانون قديم قوي لكن مازال موجود وبيقع منه ضرر على ناس كتير ومش قادرين يلاقوا حل فاحنا عايزين حل ما يضرش الناس اللي موجودة من هذا القانون انت استنوني الاربعاء القادر 8 مساء بحبوكم كتير واتوحشوني ترجمة نانسي قنقر